كما كاش عارف الموسم الماضي ما كاش السل ما ديك التوروف اللي كانت تل كوفيد تي سنف اللي توقفنا من شهر طلاجة ومن بعد عاد بدينا المباريات كان شوية صعيبة ما كاش ننصق بحل المباريات اللي كانت بالجموع كان شوية خزنة عقلمه مع الأجواء جمهورة كلا بدور كبير في المباريات صار حول كي أعطي ذاك الحافز لكي أعطي دوب الأفور وكي يخلي المباراة ديما في واحد الإتارة ما فاش مكيكوش الجمهور كي تكون شوية ريتم طايح من المباريات مكيكونوش بذيك القوة وذيك التلاح ومات مكيكونوش بقوة والجمهور بحلق انشي خلا بلاس وفاد الجائحة كانت منهم الجائحة تحييض ويرجع كل شيء للمجاريه ورجع الجماعية المدراجات كما كتعرف مع كورونا كانت بزاف دي الاجراءات خصنا نقوم مبيع كيف كيف تعرف كان ضروري خصنا نقوم دي الوحترازات كما وضع الكمامات كما تسمع شي لاعب أكثر كل شيء يبقى مخلوع وشآنة وشآنة ولكن الحمد لله كل شيء قام بالاجراءات وياديك والحمد لله كل شيء يخرج سالم وكنت منهم الله من الجميع كل شيء يخرج سالم من هذه المحنة وتسالي ان شاء الله عن مقارب كما تعرف السعدادات كما تعرف كما تعرف السعدادات دي الكل موسم في البداية دياله كتكون هو كحصص اللي هي قلبة دينية اللي كتكون بكترا كما تعرف دابا الموسم سالم تأخر مع بداية الموسم جديد الوقت هيكون قليل لذلك الفترة دي التحضير خصصة تكون شوية سريعة باش دايين دخله في المناصق دي المباريات حاليا كتدربوا يوميا وغادي كتجاروا كل نهار والحصة دياله كنت مننا من الله اللعاب كلهم يوصلوا الكامل لياقة ديالهم باش ان شاء الله ندخله الموسم بقوة اي لعي مواجم كي باي سجل اهداف لانك فرشة تسجل اهداف الفارق ديالك يولي تفوق في المباريات ان شاء الله كنتمنى لاننا نحقق اهداف كتير مع الفارق ديالي ولماذا نكون من الهدافين ديال الموسم مستوى ديال الموسم وفي المواسم ديال الموسم آخرى مكا مستوى جيد متقارب لكا جميع اللاعبين مكاشي كما كنتشوف ديالي في سبور ديال ترتيب الهدافين مكاشي رقم اللي اللي كما كنقوله خيالي اللاعبين اللي كالقوة ديال الموسم في المغرب حاليا كونشي متقارب ولكن ان شاء الله كنتمنى اهنا من قدام كلشي يرفع المستوى باش تكون شوية نفسية قوية